يا كابتن جمال أستاذ إبراهي معلومات في هذا الشهر لأن إحنا من ساعة ما كنا بنناقش هذه الحلقة كنت حريص إنك تتحرى عن حقيقة ما حدث طيب الكابتن جمال عبد حميد كابتن جمال عبد حميد لما نتكلم عنه لازما نحط 3-4 نقاط مهمين في الاعتبار كابتن جمال عبد حميد نجم النادي الأهلي في السبعينات لغاية لما ميشي من النادي الأهلي في 83 موسي 82-83 لعيب مهم رأس حربة موهوب واحد من أصحاب ضربات الرأس المميزة جدا حقق مع الأهل انتصاراته بطولات لا شك لما راح الزمالك يحسب له أنه حقق نوع من الانتصار الإنساني خلينا نقول أكتر منه الرياضي كمان لأنه أنت بتتكلم على حد إصابة خطرة جدا كان ممكن تبطله كورة إلى واحد يرجع يلعب كورة فيستمر بعد عودته في نادي يرجع لنادي الزمالك فيلعب ست سبع مواسم ويبقى كابتن منتخب مصر في كأس العالم دي مسألة على الناحية الإنسانية قبل الرياضية نجاح يحيي عليه يحيي عليه لأنه هذه الإرادة وهذا الإصرار على العودة وأنه يرجع يبقى كابتن منتخب مصر ولما تعرفوا أنه اللي خده منتخب مصر وداله الفرصة ولبسه شارع واعتمد عليه هو اللي كان صاحب القرار الفني فيه في النادي الأهلي أنه وقتها لا يصلح فبصوا عشان كده خلينا نثمن ونحيي قيمة الانتصار الإنساني وهو نفسه كابتن جمال لما في حالة قبل الماضية جبنا له فيديو قال إن أنا في بداية مع النادي الأهلي لما خسرنا بطولة غضبت وقعدت في البيت في عين الصفيرة قلت مش هلعب وانقطعت اللي راح جابني وخدني عنده البيت الكابتن محمود الخطيب زميله اللي بيلعب معاه في نفس المركز وخده معاه في البيت لغاية لما فازوا بالبطولة فازوا بالكاس إذن واحد عنده هذا الإصرار وهذه الروح إنه يرجع ويبقى كابتن مصر في كاس العالم لازم أن يحيا ده جانب حتى لا تبخسوا الناس أشياءهم لكن لما يطلع كابتن جمال عبد حميد يصف نهاية علاقته بالنادي الأهلي وصف يخل النادي الأهلي نادي النكران والجحود أي حد من الأجيال الجديدة اللي ما عصرتش المشكلة أو اللي ما عندهاش فرصة تقرأ عن حقيقة الموضوع أو سبب انتقال جمال عبد حميد من الأهلي للزمالك وظروفه وكواليسه لازم يتبادر لزهنه انطباع سلبي جدا على النادي الأهلي قد كده النادي الأهلي عنده هذا القدر من النكران ومن الجحود ومن القصوة الشديدة في التعامل مع واحد زي ما هو صوره يا صدر إبراهيم هو ده المقصود تصدير المعنى ده هو ده المشكل ده المقصود تصدير هذا المعنى وأنت تعلم من غير حقيقي أن الحقيقة في حتة تانية خالص علشان كده مالكه كتابه هو ده صميم دوره وده ألف بقى رسالته لما تمس قيمة النادي الأهلي وحقيقة النادي الأهلي في سمعته وفي تاريخه وفي أصوله وفي مبادئه لا استوب هنبحث عن الحقيقة يا إما هنقولك سوري أنت ما قلتش الصحة خلص ده قول كذب والنادي الأهلي مش كده أو أنت الصح والناس اللي غلطت في النادي الأهلي في هذه الواقعة تتحمل مسؤوليتها التاريخية في الحالتين ما عندناش أي مشكلة شرط أن احنا نتحرى الحقيقة كاملة عشان كده هنسمع الأول اللي قاله كابتن جمال عبد الحميد واللي يخلي أي حد ياخد هذا الانطباع السلبي وبعدها نشوف حقيقة اللي حصل إيه اللي حصل بقى ما بلاش مش عايز جسمك يا عشر لا لا أقول حاجة في تمرين التدريبات سنة 82 في يوم 10-10-82 سبحان الله خلتنا دل أعلي شهر عشر خارجت منه شهر عشر كنا في تمرينة كده ففي كرة مصطفى عبدو رفاحها فأنا جيت أجيب جول بالطاير كده فإكرامي طار على على رجلي من غزب نعانه طبعا وبيجيبي كرة مش بيجيبني فوقع على رجلي الشمال بقصرة نصين العصب بقصرة نصين أنا ما شفتهاش أنا وجعتني بس كل اللعاب اللي يجي يشوف يروحات يدي على وشه جاري يا جماعة أنا موتت ولا إيه كل واحد يجي يبص يروح جاري من الكسر رجلي وهي وورايا كان شكله وحش قوي قوي أخدوني عملولي عملية وسألوا الدكتور هيلعب هيلعب قدي قال لو استحمل مصامر تسع شهور لو ما استحمل تقاش سنة قالوا خلاص بقى مش هيلعب تاني فأستغنوا عني استغنوا عني يعني أنا مصاب حلوة بالنقطة دي بقى أنت حسيت بإيه وعملت إيه الحاجة حسيت أنا أنا حتى سنة كاملة على أكزات وكراء وكرسي متحرك وكان عندي عربية بعتها كنت بساعد والدي في جهاز إخوتي البنات ما بعيش في فلوس ما بعيش في جواز والنادي العلي وقفلي بمرتبي ومشاني من نادي ما عاييش حاجة ولا أنا كنت طالب في معدد الكفاء اللي أنت جاهل في الزازيق فمستبالي كله ضعف الثاني يعني فارجعت بقى لل الأبوية بقى اللي هو الإصرار والعزيم أنا لازم ترجع تاني فروحت للدكتور طول أنا أدر ألعب كرة تاني قال لها تقدر لو شلت لك المصامير لو أنت استحملتها تلعب طوله مش مستحملها قال لي لو شلتها لك طولت لك شغل تلعب كرة تاني طوله طب أنا أعز أشيلها فروحت النادي العالي علشان نشيل هالي يديني فلوس أشيلها معيش ولا مليم ولا مليم يعني كنت راح ندل أهلي وأنا راكب درجة تانية في الأوتوبيس عشان معيش حق الدرجة الأولى فقعدت مع مدير الكرة ساعتها وطبع ما مذكرش أسماء قلت له عايز أعمل عملية أشيل المصامير حسن بتوجعني أو يعيز فقال لي أنت مش معنا قل له بس أنا تعورت هنا ومعليش حد غير كو فقال لي خلاص أنا موافق قلت الحمد لله قال لي بس أليها شرط طوله أشرت زي اللي أنت عايزه اللي أنت أتشرته وأنا معيش ولا مليم قال لي أنا أعمال لك ما تشعر تزال بس هتأخذ فلوسك بعد سنتين نعم شفت أنت ولت إيه أنا كنت قاعد مع عندي الدرجة الثالثة كده تحت شمسية وكان فيه تمرين في الملعب ما ردتش عليه بيأتني أتني يعني أنا بس عايز أقول شوات حاجات قبل ما تخش في التفاصيل النادي الأهلي إصابة الكابتن جمال كانت الكسر المضاعف في أسابة الرجل تعرض لها الكابتن طه اسماعيل وعاد إلى الملاعب نجما فالأهلي مش هيقول كده يبقى بطل لأن التجربة يعني واحد من أهم مهاجم مصر حصلت وهي من الإصابات المؤلمة لكن ما بتبطلش لعيب الكورة ماهش في الأربطة دليل إنه هو رجع لكن أنا وانا عندي معلومات مش هقولها أنا حتركك أنت الذي تحريت ورحت لمدير الكورة الذي ألمح إليه بس عايز أقول حاجة أو ثلاث حاجات النادي الأهلي أعار الكابتن حسين أمين إلى أحد الأندية أعاره وصفة في هذا النادي حسين أمين كان مدافع الآن اللي كان جايبه من المزار عدين من المتخب الإلومبي أيها تعشوق غريب وما تعملوش عملية وتحملها بالكامل النادي الأهلي لحد ما أخاف ومشي يعني هو ما كانش خلاص على زمتك يعني هو المقتضايات الفنية تدعت إلى أنه هيروح النادي تاني تقرر الأمر مع الكابتن أحمد علي ربنا دي له الصحة اللي في الجنة النهاردة وهو موجود وهو موجود واسألوه من اللي علجه وسحق أول وسحق أول نجيري الذي يظل في مصر حتى الآن يا دين بالفضل وجل بيرتو اللي قعد سنة ونص يتعالج وما هوش في قائمة النادي الأهلي والأهلي لم يفقد الأمل في عودته وازيزو لاعب الناشئين اللي علجه النادي الأهلي أيضا وهو مش في قائمته النادي الأهلي كل الناس اللي جات حكيت شافت النادي الأهلي وهو بعد ما اللاعب بيمشي لو له مستحاد بتروح له لحد المكان بتاعه النادي الأهلي الذي أنا بس هقول لك ما ليش دعب اللي بيحكيه أنت الواقع نفسي أنت حترد عليه النادي الأهلي الذي رفض في الوسط الرياضي عندما توقفت الكرة وما بقاش في مدخيل وما فيش جمهور وما فيش نشاط رسمي أنه يخصم 50% من مستحقات اللعيبة كما حدث في كل الأنديات تقريباً النادي الأهلي الذي تحمى لاعبه قال لهم بس كل اللي طالبوا منكم هنأجل هلقول اللي في عند الأهلي ما بيروحش وخدوا مستحقاتهم على داير مليم هذا هو النادي الأهلي الذي عصرته بالأدلة وبالأسماء والناس موجودة وتطلع تحكي تفضل أستاذ أبراهي شوفوا عشان الواقع كانت دلالاتها أخلاقياً مش حلوة فكان لازم أن نقف على حقيقة اللي حصل بالزبط والكابتن جمال يعلم جيداً أنه النادي الأهلي الميزة الحقيقية الكبيرة اللي فيه أنه مؤسسي جداً يعني ورقياً ومستندات كل دا محفوظه موجود تقارير فنية مين ماشى مين ومين قال على رأيه إيه كل دا موجود وشهود العيان أيضاً كلهم موجودين الإصابة كانت التقارير السلوكية عن الكابتن جمال عبد حميد مش في صالحه في مدير الكورة عنده رغبة في قرار في مساعد لمدير الكورة وأنا برضو محترم رغبة الكابتن جمال عبد حميد في عدم ذكر الأسماء لو كان ذكرها كنت هذكر لكنه على الأقل كل شهود العيان الحمد لله على قيد الحياة ربنا يديهم الصحة وطول وأيضاً الوسائق كلها موجودة ما حبناش نطلع أي وسائق ولا أي صحف ولا حتى مجلة الأهل ولا كل القصة كما نشرت وقيلت مراراً في وسائل الدهن والميزانيات بتاعة النادي وميزانيات النادي وأوراق النادي والتقارير الفنية لأنه كتير فيها فيها تفاصيل سلوكية مش مناسبتها خالص كابتن جمال حصل له نوع من التحول السلوكي ربنا يكرمه نحسابه على خير فمحناش في معرض النبش في الماضي على الإطلاق لكنه مدير الكرة كان عنده رأي في السنة أو الموسم اللي قبل الإصابة وكان رأي مدير الكرة المساعد من أديره فرصة لتقويم السلوك إذ ربما أقدر أقف جنبه وقعت مدير الكرة نوع من معركته هو حتى أنه قال له خليني يا كابتن أنا مدير الكرة الجمال عبد الحميد ماشي عمله وقتها برنامج نفزه الكابتن جمال على مدى شهرين تقريباً مع الدكتور سيد مصافة في نادي المأولين ووصل لمرحلة من الجاهزية الجيدة جداً ودخل في الفرق بشكل أساسي وبقى له مكانته في عناصر الفريق إلى أن جاء يوم الإصابة اللي كابتن جمال تكلم عليها في التمرين وحصل أنه كابتن كرامي اترمى على الكرة نزل على رجل كابتن جمال هو طبعاً لدى يقصده كابتن جمال قالك طبعاً مش قصد هو بينقذ الكرة بس قدر أن جات كده ليه؟ ده أهم حاجة بقى كابتن جمال يذكره جيداً على الفور تم نقل الكابتن جمال إلى مستشفى السلام الدولي واحد من أكبر المستشفيات وقتها وحتى الآن وتم استدعاء طاقم طبي بقيادة الدكتور مصطفى الشرقاوي البروفيسير بتاع العظام وقتها هو ده كان مصطفى زي دكتور أحمد عبد العزيز كده وقتها وقتها هو الطب زي دكتور أحمد عبد العزيز دلوقت ربنا يديله صح فكنسولتو تعمل على وجه السرعة في مستشفى السلام الدولي لازم أن جمال أب حميد يعمل عملية ساعة عشر بالليل عمل العملية تاني يوم الصبح فريق الكرة بالكامل ومعهم مدير الكرة راهرة قبل ما يسافروا طلعوا على مستشفى السلام الدولي في المعاد ظهروا زميلهم الكابتن جمال اتطمنوا عليه بعد الإفاقة تقرير الدكتور والدة الكابتن جمال على رحمة الله طلبت أن تفضل موجودة معه في المستشفى فالأهل حجز لجمال عبد الحميد جناح مش قوضة عشان والدته وأسرته يكونوا موجودين معاه ابن من أبناء النادي أزمن يعالج على أفضل مستوى ممكن تمت الرعاية الكاملة على مدار فترة وجوده في المستشفى وخرج النادي الأهل هنا اللي عملوا مع الكابتن جمال عبد الحميد الطبيعي جدا والمنصوص عليه في اللايح محدش من عليه بحاجة اعتبروا موجود كلاعب أساسي في كل مباراة ولي اللايحة جدت المهانس عدل لما قال اللاعبة بتقولك اللي عند الأهل ما بيضعش لأنه موسق وبناء على ليحة بتدي لك ليحة فيها كل حقوقك اللاعب المصاب في فترة العلاج بياخد مكافئة اللاعب الأساسي مش الاحتياطي لعب الأهل البطولة الأفريقية جهاز الكورة بدأ يلاحظ شهر مصطفى الشرقية وقتها قال شهر ونص وممكن يبدأ يدخل في التدريبات التأهلية شهر ونص شهرين تلاتة أربعة فترة وجمال عبد حميد مش منتظم في الحضور للنادي وفقا لرؤية جهاز الكورة ومدير الكورة مدير الفن في الوقت ده الكابتن محمود الجهري وهو رجل عسكري الشديد للحسم وجمال عبد حميد لعب مهم كابتن الجهري شايف إنه مش موجود وما بينتظمش فبقى يبقى فيه رأي سالبي الأهلي خاد بطولة أفريقيا للأندي أبطال الدوري مرتبات جمال عبد حميد حسب ما هو ثابت ومثبت في مستندات النادي ميزانيته وميزانيته بالكامل بتتسدد له الحمد لله الإصابة كانت في سبتمبر أو أكتوبر زي ما كابتن جمال قال 12-12 الأهلي خاد بطولة أفريقيا للأندي أبطال الدوري الأول مرة وكانت فرحة كبيرة جدا 12-12-82 والكابتن جمال عبد حميد مصاب كابتن جمال قال أنا كنت عايز 500 جنيه أشيل بيهم المصامير والنادي الأهلي واقف مرة وأنا ما عنديش فلوس وبعت العربية وعايز أساعد والدي في جواز أخواتي والعملية بقت صعبة جدا لأنه النادي الأهلي قفل عليها الحنفية خالص وده عكس الحقيقة تماما الحقيقة المثبتة بالمناسبة خد الأهل بطولة أفريقيا اللايحة كانت بتقول وقتها المكافأة عن الفوز بالبطولة و82 ألفين جنيه رقم كبير رقم يعني محترم الأهلي حاطت جمال عبد الحميد ضمن الفئة العليا اللي شاركت في كل المباريات كانوا ست لعيبة سابعهم جمال عبد الحميد والستة موجودين على قيد الحياة ربنا يديهم الصحة وطلطة لهم وعارفين اللايحة كانت بتقول إيه خدوا اللي أنا هقوله مدير الكورة اللايحة ألفين جنيه لكنه محب النادي من رجال العمال انهالت المكافأات المكافأات انهالت على الفرق كل فرحان بالبطولة وصلت قيمة الفئة العليا اللي حط فيها الكابتن جمال عبد أو مدير الكورة حط فيها جمال عبد الحميد إلى كام عايز 500 جنيه عشان يفك المصامير الراجل بقى عربيته الراجل رايح النادي الأهلي ركبته بس درجة تانية مدير الكورة رحل الكابتن جمال عبد الحميد بيته في عين الصيرة سلموا مكافأة بطولة أفريقيا في أعلى فئة كانت اللايحة بتقول ألفين جنيه اللي خدهم 12 ألف جنيه وستمائة 12 ألف وستمائة جنيه من اللعيبة اللي شاركوا في كل المباريات وبينهم الكابتن جمال عبد الحميد المصاب ده النادي الأهلي استمرت المسألة كل مرتبات الكابتن جمال تصرف كاملة كل مكافأة أي مباراة الأهلي بيلعبها أفريقية محلية مكافأته بالكامل كلعب أساسي بيخد إلى أن جات فترة فترة الإعداد للموسم الجديد الأهلي حيسافر لألمانيا كابتن الجوهري خلاص بدأ ياخد رأي سلبي في عدم انتظام جمال عبد الحميد فترات طويلة جداً ما بيجيش مدير الكورة قراره يعني ده كابتن الجوهري بحقه في الرأي الفني محدش بيدخله فيه خالص لكنه مدير الكورة بينفزه قراره وفي النواحة الانضباطية والسلوكية دي مسؤوليته برضو مش هتكلم على تفاصيل التقارير السلوكية اللي كان بتيجي لمدير الكورة من جهات معنية برضو يعني هي كان أهمها عدم الانتظام في العلاج مش نظامة لا يعني فيما يخص النواحة السلوكية أنا بكلمك يعني هي أربط الفرص كانت أجبال عدم الانتظام لا يعني أنا أصل كابتن الجوهري كان بينه بينه حوارات مساحة طبعاً واندهاشت لأنه هو وكابتن عباس فكاب يقول عدم الانتظام في العلاج ما فيش رغبة ده كان مش عايز أستند لما قاله وكابتن الجوهري لأنه مش موجود معنا دلوقت لكن ده سبب حتى المذكور في التقارير يعني آه واخد الفرقة ورايح ألمانيا في معسكر قال مش هيروح معايا جمال عبد الحميد ومحمد عباس الاتنين مدير الكورة عمل لهم برنامج هيتم تجهيزهم هنا سافر الفريق لفترة الإعداد ورجعوا كنا دخلنا تقريباً في شهر أكتوبر يستعد للموسم الجديد وقيمته مدير الكورة جاء له كابتن جمال عبد الحميد زي ما هو آي الفعلا بس الحوار كان قال له يا جمال أنا عندي معلومات أنت أعدت مع ناس في نادي الزمالك وتحديداً فلان وفلان وده إحنا طوال الفترة اللي فاتت منتظرين تجهيزك طوال الفعيب في القيمة طوال الفترة اللي فاتت النادي مش مؤثر أنت دلوقتي غيبت كل الفترات اللي انقطعت فيها اللي زادت عن مدة العلاج وطوال البطولة الأفريقية أنت أخدت مكافئتك كلعب أساسي ما أنكرشي فكرة أو مسألة أنه ألتقى بالناس في نادي الزمالك أو اتفع على الانتقال لنادي الزمالك وهنا كانت نهاية العلاقة أنه عايز تكمل معنا لابد من إظهار رغبة واضحة في البقاء في النادي الأهلي عشان تتسجل في القيمة والانتظام في العلاج والانتظام في العلاج والتدريبات والتأهيل لما ده ما تمش شكرا لك كان الكابتن جمال بالفعل متفق مع ناس في الزمالك قالك للأهلي أسر معاه للأهلي أسألوا بهذا القدر اللي تم العرض به لمدير الكرة كان جاحد وقاسي بالشكل اللي تقال ولا في حد يقدر يقول له واحد عايز بخمسمائة جنيه فيقول له عشان نفك المصامير عشان نشيل بيه المصامير لا ده مش خمسمائة جنيه ده لأهلي دفع 12600 مصنع مش يشيله مصامير فبالتالي كانت المسألة تقديرا لواحد من ولاد النادي اللي لعبه قوله مصابه ده حقه الطبيعي لكن فكرة انه يبقى فيه مدير كرة يقول له نعمل لك ماتش اعتزال طب ماتش اعتزال على اساس بنكرمك مش كده اه طب هو في حد بيكرم حد بيعقبه يعني بعضه هنعمل لك ماتش تكريب قال لك وقلت الحمد لله كده قضيت ده تجيب لها عشر ا 15 الف بس هندهم لك بعد سنتين ليه غتاتة يعني ايه المنطق ده بقى يعني حتى يعني لو اتكلمت يركب ازاي منين عايز اكرمك ومنين بعقبك منين هعمل لك مباراة وبأي منطق هشيل الاتنين هعمل بيه ايه هعزبك ليه عشان انت عايز تفكر مسامير اقولك بعد سنتين يعني نقول حاجة حتى الناس يعني تقتنع بيها شوية لكن برضو لا يعنينا ما يعنينا انه جمال عبد حميد راجل احدث تجربة بس ساعة تاني عشان لكن النادي لالي عمره مكان جاه هيا اكتناكد عن نقطة اللي سألك فيها ليه هذا كلام مدير الكرة اللي قاله لك كابتن جمال بالزبط بالزبط وقال لك على مسئوليتي بس ما تقولش اسمي الا لو ذكر اسمي لو ذكر اسمي يقول اسم بالزبط وبالمناسبة بعد المنتخب ما رجع من كاس العالم كابتن جمال قال كلام زي كده في الاهرام الرياضي ومدير الكرة المعني وقتها رد في نفس المكان بالتفاصيل الكامل عليها يعني بالزبط شوفوا انتو من تسعين لغاية دلوقتي قد ايه الحقائق دي لكن لما يكون الكلام ده مرة عليه عشرين تسعة وعشرين سنة واجيال جديدة تولدت مع سريتشي تسمع كلام زي كده لا الانطباع مش حلو مدير الكرة ده قاسي جدا النادي الاهل ازاي سيبك مليا سيبك مليا سيبك الانطباع نحن في الحقيقة اه اذا كانت الحقيقة فليكن الانطباع انا مليش دعوة هذا امر حقيقي ولا غير حقيقي المدير الكرة اللي انت سألته عنده المستندات ولا لا وتاصق فيه وناصق فيه ومصر كلها تاصق فيه لما اتعرف طبعا وهو قال ما تقولوش اسمي اللي زي ذكر اسمي طب الكابتن الجهري اللي استغنى عنه وهو ده ابويا الروحي طبه كابتن الجهري هو صعب قرار الفني في الاستغناء صحيح يعني القصة طب انت كابتن ربناك كرمك كابتن جمال وعملت كارير هايل وجبت لزمالك بطولات هايلة وبقيت نجم مصر وحاجة حلوة ربنا عوضت كابتن مصر في كاس عالم هو ليه ليه لازم اننا يعني جزء من التجويد في العلاقة اللي بيني وبيننا دي الجديد القديم بطلع وحش ليه لماذا يعني 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 انا عندي تفاصيل اخرى وعايز اقولك هو كان في مصر ومين اللي كتب التقريب وكان مسؤول انه يجهزه وقال له ما بيجيش ما بيجيش مش عايز ييجي انقطاع دائم يعني مش العلاج انا معرفش السلوكياته الاخرى انما انا كنت موجود تفاصيل لانا كان اصارت انتباهي العيب مش تقليد انك بتسيبه يعني وتدعيات بعد كده موضوع محمد عباس وكده اودت الى الازمة الشهيرة بعد كده الكابتن الجهري فالموضوع الموضوع له جدور اه انا بس عادك ده هذا كلام مدير الكورة المسؤول وقتها المسؤول وبالمستندات بقول لك بناش يعني نعرض اي مستند احتراما برضو الكورة بالتفاصيل لانه التفاصيل لما بتبقى فيها تفاصيل لا لا هو تفاصيل هو قال حيعفيك من يعني انت عندك المهندس عادلي اعفاني من انا اقول نشوف الفيديو طب ليه محمد كابتن محمد عباس مرجعش زيك انا كان معايا وسألت السؤال في فرق بين الارادة اه والمسؤولية وفي فرق بين انت يعني انتو خدت يعني هو خد سكة كده هو معرفش يرجع الصحبة الوحشة تحكت عليه اه انا ما ما فيش حد كما انت كنت معا من ضمن اصدقاء فانا خلعت منه قلت له محمد مش ينفع الطريق دو اه فقال لي لا فيش حد يقدر يأثر علينا قلت له هيأثره فالحمد لله ما ما يعني سبنا بعض فترة اللي بتاعت الاصابة دي وروحت النادي ده لانه ده لانه في فترة الفرق سافرت المانيا الفترة اللي قبلها على طول كابتن جمال عبد الحميد وكابتن محمد عباس ومحمد عباس للاجالي الجديدة واحد من اهم المهاجمين اللي ظهروا في الفترة دي في تاريخ مصر ده جورجوية المصري القوة والسرعة والمهارة ولما حكى حتى قد ايه كابتن محمد الخطيب كان يعني زعلان عليه جدا كان بيروح يجيبه ويبيته عنده ويحافظ عليه ويحاول يحوط عليه لانه طلع في فترة كان لا فيه ظاهرة هجومية غير طبيعية كاسحة كان له تشاكر معتبر رقم واحد عنده اه فبالتالي السكة اياها هو زي ما كابتن جمال قال فضلنا ماشين مع بعض بس سبته في مرحلة معينة نشوف الفيديو ده كمان اقول لك اه ده البيزين بيزين ليه احنا احنا معزوين يا عيد ميلاد واحنا عين هتا قصر عين هتا عم يعني الناس كلها شايفهنا وبعنا عشان نبق مع بعض اصدقاني ببيزين فيعني احنا انا عباس بس هم اطلقوا عليكم السلس المشاغب في كرة القدر عنده حمام وعباس لا ما فيش مشاغبة في الملعب لا لا مره الملعب ولا ملعب يعني ببدو ناس كويسة يعني يعني مكناش وحشين نتحاب مع الناس بكل بساطة بكل حب يعني مكنت اصهر لا لا مكنت اصهر عمرنا مصهرنا ولا مرة لا لا يقول لك ما اصرناش غربية مرة ام القصة ان السهر والكبريهات كبريهات هي عم احنا عمرنا انت عمرك لوقت كبريه يا ابني غير 50-60 مرة بس يا ابني كبريهات انت رغل مظلوم معاك والله الرجل ده كم البيت يعني يعني انت دلوقت ما كنتك بتغني ما كانش بياخدك الكبت ده لما عنيدك الكبت الجمال ما كانش بياخدك هو وحمامه واتغنه في الماء تكنب عشر خطر لا هذا بس عكا ما تدفعوش العشاء والمشاريب وانت تغني بس كان صوته حلو عوي كان بيغني العلمك في العربية ما كانش بيغني في النهات يعني انت ما كنتش تروح معاهم شرع الهرم وتتعشوا ببلاش عشان متعشوا ببلاش وكل حاجة بولك ايه بولك ايه بولك ايه احنا كنا بنروح كنا بنروح كنا بنخلي صاحب كنا بنخلي صاحب الصلاة يكسب دهب كان بتنقط كبت المصري ناوزيه لك ايه انت قابلي انت روح تنيت كلاب اكتر من خمس تناب مرة اخر جملتين خلصوا الموضوع ويخلونا لا محتاجين لرأي مدير كرة ولا اي حاجة كنا بنروح اي صالة في نايت كلاب نغني نغني والناس على حسنا بتنقط وطبعا اللي بترقص ولا اللي بتغني بتلموا نقوط قد كده على حس ان النجوم مصر ونجوم الكرة موجودين هي دي الاسباب الحقيقة نطلع لفاصل وبعد الفاصل نشوف الاهل وفيتا وموعد مع الحسن موسيقى اشتركوا في القناة